طالبت مملكة البحرين في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الكونغرس الامريكي والحكومة الامريكية بإعادة النظر في التشريع المسمى بقانون جستا مؤكدة بأنه يخالف مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية وكانت تال أستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني رئيس مجلس الشورى ألقت كلمة مملكة البحرين في الاجتماع أمام برلمانيين من مختلف دول العالم حيث أعربت عن أملها أن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي بيانا يرفض فيه مثل هذه القوانين الهادمة لمبادئ القانون الدولي والخارجة عن الأعراف والنظام بما يخل بالسيادة والحصانة للدول واعتبرت بأن ممارسة البرلمانات لوظيفتها التشريعية والرقابية بالصورة المطلوبة والتي أرستها جل الدستير في العالم هي أحد الوسائل التي تسهم في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدول والمحافظة على حقوق الإنسان لدرء الأسباب المؤدية لخلق نزاعات داخل المجتمع الواحد وأشرت إلى أهمية العمل الجاد على تحقيق التوازن والتكامل بين الحفاظ على الأمن وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان مؤكدة على أهمية حقوق الإنسان التي تنبع بالأساس من قيمة الحياة كما أكدت على أهمية مواصلة البرلمانيين لتعديل وتطوير التشريعات المحلية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبما يتماشى مع الخصوصية التي تميز كل دولة عن الأخرى